اشتركوا في القناة كلكم بخير يا رب فيديو النهاردة هنعمل نوع بقى من حلويات رمضان وهي تواجن البسبوسة بالنوتيلة بطريقة بسيطة جدا جدا ومقادير بسيطة كمان ومتوفرة في كل بيت واي حد يقدر ينفزها وتنجح معها ان شاء الله بشكل جميل كده ومختلف في التواجن وبتكون جميلة ونكحة ان شاء الله مية في المية وهنعملها بطريقة بسيطة يعني البسبوسة المصرية المعتادة بتاعتنا مفهاش بيد ومفهاش ايا حاجة غريبة ان شاء الله هتعجبكو جدا وهتكون سهلة عليكو ويلا بينا نتابع الفيديو ونشوف المأدير وطريقة التحضير وهنبدأ بسم الله وهيكون معاه في المأدير اولا كده اخدت المأدير كلها بكباية مأس واحد اي كباية عندك او كباية المعيارية المهم تكون كباية واحدة تعاير بها كل المأدير معانا هنا كبايتين دي بسبوسة اللي هو بيكون خام معلوش اي اضافات بيكون موجودة عند العطار سايب او في بواكي كده كيلوهات في السوبر ماركت او معايا كمان معلقة صغيرة بيكنج بودر ونص كباية سامنة بلدي او اي سامنة يعني عندك بس السامنة البلدي طبعا بتدي طعم جميل او للبسبوسة ونص كباية سكر تكون حبيباته نعمة كده ونص كباية حليب سخن هنبدأ بقى نخلط المكونات بمنتهى السهولة فوعاء الخلط بنضيف الاول السميد وبنضيف معاه السكر وكمان المعلقة الصغيرة وبخلطهم كده مع بعض او بقلبهم مع بعض شوية وبعد كده بضيف عليهم السامنة اللي معانا زي ما بقال لكم كده سامنة بلدي وكمان لو انتم ملاحظين ما فيش فانيليا في المأدير ولا اي حاجة لان يعني لما بتستخدم السامنة البلدي وعايزة طعمها يكون باين كده في البسبوسة بتاعتك ما تضيفيش فانيليا علشان طعم السامنة هو اللي يكون باين انما لو هتستخدمي سامنة نباتي او كده ممكن تضيفي رشة فانيليا في المأدير انما السامنة البلدي اللي واحدها طعمها بيكون جميل وبيتطلع البسبوسة حلوة زي المحلات بالزبط تطعم السامنة كده باين فيها بابدأ بقى بعد اضافة السامنة بفرق كده في البسبوسة باطراف الاصابع بحيث ان السميد يتشرب كل كمية السامنة اللي ضفنها له بالشكل ده وبعد كده بابدأ اضيف الحليب السخن وهنا الحليب سخن علشان لما بيكون سخن السميد بيمتص بسرعة وبيختلط معاك كده وبتكون النتيجة افضل ما يكون يعني الحليب اللي معانا بارد بعد اضافة الحليب بقى بقلب تقليبة بسيطة يدوبة كخلطة بس مع باقي المكونات وبوقف خالطة علشان البسبوسة ما تنشفش منينا لو خلطنا كتير بعد اضافة السوائل او الحليب بكون محضرة بقى التواجن الفخار اللي هعمل فيها البسبوسة النهاردة والمقدار ده اخد معايا اربع طواجن من الحجم ده او اي طواجن عندك لو اصغر من كده مثلا هتاخد ممكن يبقى عدد الطواجن اكبر وهكذا او الريمة كان اللي هما البورسلين اللي بدخلوا الفرن اللي شفتهم برضو معايا بنعمل بهم يعني وصفات تاني اي يعني حاجة بقى عندك سواء فخار او بورسلين هتستخدميها هتكون جميلة اولا بعد كده بجمعهم بس في صانية واحدة كده علشان اعرف اشيلهم ودخلهم وخرجهم الفرن بسهولة وبكون محضرة الفرن ومسخناها على درجة حرارة متين مسخن كويس جدا بدخل بقى طواجن البسبوسة على الرف اللي في الوسط وفتح الشعلة اللي تحت وعلى الرف الشبك اللي في الوسط ولما تخرج هقلوك اخذ التسويق قد ايه وهي البسبوسة كده في الفرن وقرابت تخرج خلاص هنحضر الشربات بتاعها بيكون عبارة عن كوباية سكر ونفس الكوباية برضو مية وبنرفعهم على نار متوسطة وبضيف لهم عصرة نص لامونة وبحرك فيهم كده شوية لغاية ما اتأكد ان السكر داب وبيغلي معنا الشربات بيكون كده خلاص السكر داب والشربات جاهز معنا وبضيف له كمان رشة فانيليا وبطفع عليه علشان الفانيليا ما ظهرتش في التصوير انما انا دفت له رشة فانيليا وبطفع عليه وكده بيكون وبعد خروج البسبوسة مباشرة من الفرن بسقها بقى بالشربات وهي سخنة وكمان الشربات بيكون سخن بوزع بقى الشربات على التواجن كلها اللي معانا هي كمية الشربات اللي عملناها مناسبة لكمية البسبوسة دي فبنوزعها كلها على التواجن وعايز اقول لكم اخدت في الفرن حوالي يعني من 25 دقيقة لنص ساعة ولاحظت انها يعني حمرت من الجوانب كده وبتكون كمان حمرت من الارضية وتعتبر استوت يعني ففتحت عليها الشواية لاني كانت من فوق للصبيدة ففتحت عليها الشواية لغاية ما اخدت اللون الدهب الجميل ده وطلعتها على طول وبعد ما بنسقيها بالشربات بنغطيها على طول كده بصنية او بورقة فويل حوالي 10 دقايق علشان البخاري رجع لها تاني وتفضل طريقة وجميلة معانا وفي الوقت ده بتكون امتصت الشربات زي ما احنا ملاحظين وبقت جميلة قوي بعد كده بابدأ اضيف لها بقى النوتيلة على كل طاق كده معلقة نوتيلة وبوزعها على السطح كويس وعايز اقول لكم ان البسبوسة دي تنفع تتعمل في صنية يعني عادية مرة واحدة المقدار كله تحطوه في صنية والمقدار ده مناسب لي صنية مقاس 22 تعملوها كده في صنية مرة واحدة عادي وتقطعوها قطع وتقدموها بس انا حبيت النهاردة اعملها بالطريقة دي بطريقة تقديم كده جديدة ومختلفة فيها طبيع رمضاني شوية في التواجن وكمان يعني بتكون فردية كده وكل شخص يمسك الطاجن بتاعه وياكل منه على طول فزي ما تحبوا بقى لو عايزين تقدموها كده او في صنية مرة واحدة يعني برحيكو خالص وعايز اقول لكم كمان ان لو مش متوفر عندكم النوتيلة او اي نوع من كلمة شوكولاتة تدهني دي ممكن الشوكولاتة العادية اللي بنزاين بها الحلويات تسايحوها عادي جدا وتضيفو على كل طاجن شوية من الشوكولاتة وتفردوها على السطح كده بنفس الطريقة يعني هتبقى جميلة برضو بعد ما فردت بقى النوتيلة على التواجن الهند وساكلها بقى عايز نشوف شكلها من جوة بسه جميلة جدا وطرية ونعمة ومرملة وطريقة نكحة جدا جدا بالرغم من بساطتها ومقديرها كده البسيطة وطريقتها كمان البسيطة بس نتيجتها جميلة وهتعجبكم او او ان شاء الله وجربوها بقى وبقولولي ايه رأيكم وكل سنة انت طيبين وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد مع الفي سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة